اقسم بالله العظيم اني لا افصلكم ولا اوديكم للشرطة تبونتوا قعدون في الاحداث صح زياد قاعد اكلمني يا جماعة الخير كنا مودة كنا بيصير شي صدقه وكذا بنموت ايش السالفة وناظر في زياد اللي في ناس يلحقون زياد واشير له قوله تعال 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 وندخل يا جماعة الخير ودخل زياد بيت جدتي كذا جنبنا يعني ان حرتنا كذا كل بيوت عماني جنب بعض هذا بيت جدي وجدتي دخلت زيادة جو البيت تدخل معلك طبعا عند بيت عماني النظرات تكون مختلفة لهم ويتوعدون والله نوريكم وما ادري ايش كثير يصير خير يصير خير وكلم عمي قلت عمي ابغى اودي الله يسلمك زياد بيتهم شو السالفة والله متضاربين ومنحاشيين وما ادري ايش عمي قالت صاحيين انت ضاربون شفيكم انتوا عسم عشر من فاضي مضاربات من فاضي مشاكل انتبهوا وما ادري ايش عيالي ابشر ابشر عم ابشر ابشر وانزل زياد بيتهم وانزل انا بيت طبعا انا متخوف اني اقول ميد ابوي ان في مشكلة مدرسة جديدة وبطقاق ناقلني لها وناقلني عشان خويي وعلى ان ذيكم ما فيها مشاكل يعني انا في موقف صعب مرة اني يقول ميد ابوي انا عارف في احد بيقول يا اخي قل ابوي ما اكثر يستمر ويجي اليوم الثاني اللي هو يوم الاربعة الاختبار الفاينال اصلا رايح الاختبار انا ما ذكر شيء عبي بيكم رايح خايف ادري اني يبطاق وادري اني يبنطي ولكن اخوكم في الله سوى خطأ مرة جبارة اول ما ادخلت المدرسة رحت المين رحت للمدير السلام عليكم استاذ كيف حالك طيب طبعا في المدارس رح للمدراء ترى يكونون والله طيبين عسل عسل مرة سألني انا انا حظي مع المدراء شيء مرة حلو ما قشفت مدير يعني كده ما يعاملك انك ولده واروح للمدير ساذ والله العظيم ان حنا بنطاق وفي ناس يبغون يطقوننا برا عند المدرسة قال لي منهم والله ما حد يلمسكم وما ادري ايش المدير ويطلع المدير بعد اختبار معنا يلمشوا معي في السيارة نطلع مع المدير اللى ذولي كناظروننا وشافوا فيها مدير ولا وكانوا يا جماعة الخير اللى راعين دداسن فيه ناس كبار وم متوسط ثنوي يمكن وممكن تعدد ثنوي كبار كبار ما هو بجونا ما منتب عمرنا نهائية هذا الاختبار خلصنا قلنا بس انتهت السالفة والله العظيم قلنا انتهت خلاص انتهت السالفة ولكن الموت وين تذكروا مونا من زمان كانوا يدرسون الشهادات مه كانت عن نظام ومطريق برنامج تدخل وتشوفوا نتيجتك لا 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 لاиллиا كانت تروح تاخذ شهادتك ملمدرسة وتشوف كم نسبتك هيات بسنام وشهادات تاخذها بعد اسبوع تبعوون هلوق تي طي 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 يل الكشهادة.. خ Sempre ما يدري تقولولي في الكومنتات اخوكم في الله الفيرقة خدت السيارة كنت اسوق ذاك هايام خدت السيارة موسوم مرة اسوق زياد وروح مدسا خشادتنا ونفطر ورجع قل له خوي زياد يقول مروني قلت يالله ممرك قمر خوي زياد ونروح كلنا المدرسة خذ المدرسة ونحصل خوينا اللي مطقم معه اظرا يا جماعة الخير ما اخذ شهادتها وقاعد ينتظرنا ينتظرنا في الساحة بس ينتظرنا نطلع يا الله يالحقود اقسم بالله انك حقود انا اصلا في البداية سو خير يجيك شر كنت ابغى افزع وفكفك بينهم وكلتبن احيانا مشكلتي يا جماعة الخير ما لا دخل فيهم ولكن ربطت ماضي قديم في مدرسة قديم قال اتظرنا كذا سوى نفسها ما يشوفنا عشان يحسسنا بالامان وحنا طالعين يا جماعة الخير ما يجيكم للعلم الاكيد شوي يا جماعة الخير لددسون يوقف قدامنا حقهم وينزلون اربعة انا وزياد وخوي زياد يوم شفناهم منزلوا لان هنمشي بعدين فيه رصيف وموقفوا قدام الرصيف نبغى نرجع للمدرسة قل له يلحقوننا ولا الطلاب يقولون اسمع الطلاب يقولون سكين سكين انتبهوا سكين معهم اتقدر مسكين زحين مو خوف اخفت يا جماعة الخير انتبهوا لا يتعنونكم انتبهو اخف خير طبيعي اخف خوف خير طبيعي توصل مشكلة لسكين ويستويت انا موضوع ما يستاهلنا توصل لسكين إلا يلحقوننا لابسين ثياب كذا ولافين روس وميلحقون ويلحقون وندخل المدرسة كذا بسرعة ويدخلون ورنال مدرسة ونركض إلا وإنا نركض فيه طلع إذا مدرس البدنية ربع مدرس البدنية دائما يجيك كذا مدرس مرة يفوز سوف حق النشاط يا ولد يا ولد وقف تمام؟ قال له يا جماعة الخير هم يلحقوننا برضو دخلوا بسياراتهم جو المدرسة يوم دخلوا بسياراتهم جو المدرسة ويروح حق المدرس الرياضة ويقف البوابة ويقف الباب يوم قف الباب ونركض حنا ما نبغى نوقف عند أحد حتى لو وقفنا عند مدرس الرياضة يمكن يتطقهم معنا ركضنا ودخلنا على طول جو المدرسة تركونا؟ ما تركونا ويلحقونا جو المدرسة وحنا داخلنا يا جماعة الخير إلا فيه ولي أمر طالب وولي الأمر هذا يا جماعة الخير ربي معطيه من القوة ما أدري أنا كنت صغير كنت أشوف كل الناس أقوية ما أدري ولكن هذا قوي قوي مر إلا كذا هو يمشي إلا يشوف ذول صدق معهم سكينة واللي معاه مقصة ظافر واللي معاه قلم نفس كذا خير أول ما شافهم كذا حنا دخلنا تماما ما دخلنا ووقف قدام الباب وهم كذا قاعدين آه خليه يطلع والله بس كينة والله لا أوريك حين هذوي من يبغون يطعنون أنا واللي يطعنون زياد واللي يطعنون ذا الثاني أظرهم يبغون يجلدوننا كلنا والله لنوريكم أطلعوا كانكم رجاجل يا رخوم وأنا بيني وبينكم خايف وقمت زياد والله لو تطلع لأكسر يدك والله ما أطلع خايف خوف غير طبيعي أول مرة أشوف قدامي سكينة وناس يلاحقونني إلا ولي الأمر الطالب يقول لهم يلا رجعوا رجعوا كل واحد وراء وتركوا عنكم الخرابية الضي وانتو توقن بزران عادل أوريكم وادرق وينهاوشهم ويتلفظون عليه لا ذوليك والله مجرمين والله مجرمين أسهم بالله والله ذكرت الموقف مخيفين مخيفين لأبعد درجة لا لا مخيفين موقف ذاك مخيف موقف ذاك حرفيا والله العظيم إنه مخيف مخيف ليه الناس هذولي ناس همجيين لأبعد درجة فأي لحظة ممكن نخسر أي شي عندنا وهم مو فارقة معهم نهائيا أحي المشكلة وين المشكلة إنه السيارة برع عند المدرسة وحنا جو المدرسة وما ندري كيف نطلع ونروح للسيارة قلنا ماذا هذا ولي أمر الطالب قلنا لو سمحت تقي ذر تاخذ سيارتنا وتجيبها عند الباب قال لي وين سيارتكم قل سيارتنا عند الباب الكبير قال أجل وش رايكم أوصلكم لسيارتكم قلنا آه ما تقدر تجيب وحنا كنا خافين مرة ما تقدر تجيبها ومدري إيش قال والله ما أبغى أسوق سيارة أحد ما أعرفها ولكن الأفضل اركبوا معي لا تخفضوا ما رح يجيكم شيء لين توصلون للسيارة قلنا لا تم طلحنا يا الربع مع الباب واللاحظ في واحد منهم واقف والواحد هذا يعني مو مرة قوي نفس ذوليك يعني رتبة ضعيفة مرة بينهم أنا صنفة كذا رتبة ضعيفة مرة نظر فينا كذا قلنا نشوفه يركض عكس المدرسة ما قلنا ما يدولي أمر الطالب مشينا أنا وزياد وخوي زياد جاي متأخر كذا يتسحب ونطلع جمعة خير كذا يمين وركبنا معنا في السيارة يودينا لين عند سيارتنا ونركب عند سيارتنا ونشغل الموتر ونقفل البيبان على طول ونطلع كذا المدرسة بعد اللفين يمين في إشارة أيوة المصيبة جت عند الإشارة هذه الله أنا عارف أنذ المصيبة ما رح توقف ونواقفين عند الإشارة يا جمعة خير لو يجي ديتسون كذا من قدام من يعلمين عند الإشارة يوقف قدامنا كذا من قدام يعني اتجاوزنا كلنا ووقف قدامنا وينزلون وأنا أمقفل السيارة ما رح أفتحها لو يصير الي يصير مستحيل أفتحه وانا ق أول ما افتحت الإشارة وعشق السيارة وكم يوم كيوطق يkraحق طاق طاق يبغون يكسرونه وعشق السيارة جمعت خير ولف يمين كده واتجاوزهم واطلع من فوق ويلحقوني بالسيارة يلاحقوني يلاحقوني وانا انحاش بالسيارة وادخل بهم يمين يسار يمين يسار يمين يسار لين ضاعوا المهم ضيعتهم رحنا الحين بنودي خوي زياد اللي الله ياخذ معرفته ولا يجمعني فيه نهائيا استغفر الله والله معرفته ذاك حرفيا بعض الناس معرفتهم تجيب لك الهم والغم وروح اوصل خوي زياد لبيتهم وصلنا خوي زياد خلصنا منه باقي انا وزياد قلت يلا زياد جاي دورك اوصلك بيتكم قال لي يلا قدام ومحنا كده ماشيين وقاعدين انسولف زياد قاعد يقول لي اقسم بالله العظيم اني تحسفت اني خويتي الشخص ده نظرت كده في زياد قلت ليش السالفة قال والله يوساما بعد ما عرفته وانا متغير وتغيرت على اخوياي وقام يتكلم وانا مساكت ما قلت لزياد اني شايفة كنت ادخن وقل لك شسر يا وساما يتوشوا قال لي يا ولد انا كنت ادخن في الفترة اللي فاتت ووقفت الدخان وابوي وصادني وطقني قلت له ايو حلو واش بعد قالوا الشخص هذا والله ودي اتخلص منه ما عد ودي يصير خوي ولا عد ابغى اصير زياد اللي موجودة الان وساما والله العظيم اني تعبت المهم زياد قام يفض فضلي وقام يقول لي كل شي نظرت في زياد انا كده قلت لا طيب وش تبي تسوي يعني وش تبي نسوي قال بس خلني اخلص بالمشكلة هذه اللي انا طحت فيها اخافي يجونا في الاجازة يا وساما ويتطقوا معنا وحنا كلنا متفرقين زياد قاعد يكلمني وجمعة الخير كنا مودع كنا بصير شي صدق وكده بنموت قلت له لا يا ولد مبصير شي قال والله العظيم الاجازة دي ما راح تهن فيها وصير شايل هم ما بغى اطلع ولا بغى اروح خايف منهم ولا بغى اقول لابوي لان ابوه برضو اكشفها انه يدخن يقول برضو يعني جاء لدني جاء لدني قلت طيب وش تشوف وش نسوي قال والله يوساما مثلي عندك حل نسويه اهم شي انه نتخلص من المشكلة الكبيرة دي قلت له خلاص ان شاء الله انه نحص الحل وبتنحل وامانة يا زياد خلاص انا من اول كنت بغى اقول لك هذا لا تمشي معه وانا ترى يا زياد شفتك عند البقالة يوم متدخن وقمت اعصولف له زياد انت منت كده وزياد انت شخص كويس تقفى يا زياد لا تطيح في الاشياء دي قل موعدني يا زياد يا جمعات الخير انه خلاص بعد ما تعدل المشكلة دي راح يقاطع الرجال ومعد راح يكلمه انا استنست ليستنست ان انا معد راح يكلمه لان هذا والله العظيم يجيب مشاكل وانا والله ما انا في فاضي خويه يجيب مشاكل ولا ينطعن بسبب اشياء تافه قلت لها بس الموضوع عندي قال وشو قلت الموضوع عندي حصلت لك حل وحلك هذا يا يفيد يا يخيد قلت لها يا زياد انا عرف واحد خوي هذا والشخص هذا اسمه خالد وخالد هذا اقسم بالله العظيم يا جمعات الخير يحبني مرة 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 يحبني يعني لدرجة لو اقول لابو خلود ها وش رايك الروح امريكا يلا ام شركة بقدام يعني عزني مرة عندي عندي الموضوع عندي عندي الموضوع لاتشي لها ايه لاتشي كذا كذا ايه لاتشي لها واكلم خالد وسلام عليكم خالد خويك اي انا قلت لكم من خالد خويه هذا برضو الشخص المتقم معه قلت لها خالد خويك هذا تراحنا اه نبغى خلاص نسامحه ولا نبغى مشاكل وما ادري ايش كان لي والله قبل فترة كان يسولف معكم وكنت اقول وسامة غريبة ما يسوي الاشياء ذي سامة عرفة والله العظيم مؤدى بعدي صديق قالت انا والله والله ما بغطلها بشكل غبي ولكن كنت بره مؤدى بره مؤدى بره مؤدى مع المؤدبين طبعا ما يسوي الاشياء ذي نهائيا قال لا انت متلفظ على خويه هذا في المدرسة القديمة وانه كنت مدري ايش مسوي له قلت والله يا خالد اني بس اتذكر ان افتحت الباب ونظرته فجأة اكتشفت ان هذا خويه زياد مضارب مع واحد هو خويه ذاك ان شانكم فهمتو خويه ذاك اللي في المدرسة فانا والله ما لي دخن يا خلاص انا بكلم ونبشو بس الاربعال جاي خلنا نتقابل يطلق خلاص تمام طبعا عن ذي كليان ترى ما في جوالات واللي معاه جوال يا ساتر هذا مره قاعد يفوز حربيا غني والله كانت فيه بس بسيطة والله كانت فيه بس مو مع ناس كثير على ايام البلاك بيري اول ما طلع يوي بلاك بيري المهم وقابل يا جمعة خير لسبوع الثاني قال له ساما ان الولد يقول يبغى يقابلك ولكن يبغى يقابلك انت وخويه زياد قلت ليه طيب وزياد ما تبون زياد معنا ليه بس انا وخوي زياد يقول لان اصلا زياد ما لا دخل انت عندك مشكلة في مدرسة القديمة وخوي زياد عنده مشكلة معاه ما لا دخل يعني نهائيا زياد قلت له بس تمام انا حين رحت قلت لزياد قلت لاني بروح اقابله ولكن لازم الله يسلمك اش اسمه ما تيجي انت يا زياد قال لي خلاص تم ولكن وش رايك وساما اجعد من بعيدا نظركم يتخاص اجي نوقف في السيارة وننزلهم اتفقنا على المكان والمكان هذا كان عند ساحة مسجد والشارع هذا اصلا فيه المسجد هذا حق ناس يعني كذا يفرفرون وحقين هجولة اتفقنا على يوم الثلوثاء الحين انا خويه خالد منت مكلمني مكلمني يوم السبت اول حد هل يوم الثلوثاء لازم نتقابل في ذاك المكان حددنا الساعة الفلانية وحددنا الوقت وشوية جماعة الخير يوم يمكن الاثنين الا في واحد يطق الباب وهل يقولون في واحد يبغاك وساما برا اللي هو مين يا جماعة الخير صار خالد وساما تعال ابيك ضروري ابيك ضروري واطلع قلت شيك يا ولد اش حاصل قال وساما لا تيجي يوم الثلوثاء نهائيا انت وزياد يترى ليه قال يا وساما لاحظ انهم يبغون يطقون معكم ومجمعين ناس كثير يعني ما راح يرحمونكم انا بيني وبينكم خف قال انا يا وساما كنت احسبهم خالد يقول لي انه ساما انا كنت احسبهم يفكون وخلاص وكل واحد يعني بيرتاع بس بيصفون يعني كلام كلام وبعد اكل واحد يقول على اذنك ويمشي قال ترى معهم اشياء يمكن يطقونك فيها فانتبه يا وساما تكفى حذرتك قال طيب وش الحل يا خالد تكفى وش الحل قال اهم شي لا تيجي بس قال لك اهم شي لا تيجي ولا اجتعال انت وابوك يا ابوي صعب اقول لها يا ابوي باليالا انقللي المدرسة دي تدرون الحل الانسب وين الحل الانسب يجمعت خير ان اروح للمدير المدرسة في يوم الثلثة انه متوعدين في الليل حين الصبح في المدرسة في الفصحة الثانية الحصر الرابع باتجي الفصحة الثانية قلت انا ما راح تفسح بروح للمدير وافتح الباب على المدير السلام عليكم هلا ابوي كيف حالك طيب يا مدير اذا اجيت على طول طول الابوي يطلع كذا حبيب كالحالي ماذا فيك ابوي عسى ماشر قلت والله يا استاذ انا بقولك شي شي وخايفة اقولها لك قلت انا فالت خاف انا ابوك و وش تبغى ووش تبي وش تبي مش ناقص مشكلة انا ترتف مشكلة قالوا ماذي المشكلة عسى ماشر قلت لها يا استاذ واقعد اقوللا السالف من اولها الاخرها اطلع منك مشاكل هذه لطلع منك هذي غريبة اכا يقول غريبة اخر واحد لحظت انه لا اله الا الله تطلع مننا مشاكل ذي انت قال مع مين مشكلتك قلت والله مع فلان وفلان وفلان قلت له الشخص الثالثي للمدرسة الثانية القديمة قال يا ساتر هذا تدري انه مسوي حوالي مشكلتين مع المدرسة اللي هنا ولكن انا اتوقع الموضوع زاد عن حده ولازم اوقف الولد هذا خلاص عند حده الولد هذا يا جماعة الخير كبير وصاقط سنوات كثيرة وغاث ام امنا قال لا لا جاء الوقت قلت شو تسوي يا استاذ أهم شي اوبوي تقفى يا استاذ تقفى اني طالبك تقفى يا استاذ تقفى اني طالبك أحب راسكين احب ذلك تقفى يا استاذ ابوي انا نا دري لم يمكن يدری بالعكس الله تكفى اوقسب اطلبك طلبة لا تجد يا اوبوي يدري لقال خلاص بشر لا تشيلهم ويروح جماعة خير انادي الشخص الذي انطاق معاه خويزياد وينادي خويزياد وينادي زياد ويناديني ويدخلنا كذا السلام عليكمن كيف حالكم нужن طيبين وش قال؟ ما قاله سامة قال فيه ولي أمر طالب منكم أهلمني وقال أنكم سببين مشكلة بره المدرسة إذا استمريتوا على الشيء هذا والمشكلة هذه اللي مسوينا مشكلة كبيرة وطلعت بره نطاق المدرسة بما أنها طلعت بره نطاق المدرسة توجب في الفترة ذي أن نكتبكم تعهدات أو نفصلكم أو ننقلكم أنا ذات كذا قلت أنا خفت عني المدير تغير صار شخص قوي مرة أنا قلت لكم من الحين وفي ناس مدخلين ناس من بره مدرستنا ويجيبونهم يسويون مشاكل داخل المدرسة يرفع صوت المدير أول مرة صوتها كذا قام المدير كان الباب مردود شوي راح وسكر الباب بقوة أول ما سكر الباب بقوة خفنا خفنا خوف مو طبيعي تغير الأبو إلى وحش صار يا رجل مخيف تسمعون ولا ما تسمعون أقسم بالله العظيم أني لا أفصلكم ولا أوديكم للشرطة تبعون تقعدون في الأحداث صح طبعا الأحداث هذي وش يا هذي اللي تحت الثمنتعاش سبب مخالفات يقعدون في الأحداث نفس السجن كذا تبعون صح اللي جماعة الخير اللي كنا نطاق معه اللي هو يبكي يقعد يبكي يصيح يصيح قلنا يا ولد وش فيه ذا يا أستاذ والله إني آسف أكفى يا أستاذ والله ما بي السجن وما أدري إيش أنا استغربنا يولد هذا قوي ذا كيف كذا يصيح يلا كل واحد يتكلم ويقول اللي عنده خلونا حين في حصة الرابعة أنا يا أستاذ ما لي دخل في المشاكل يقومي يا أستاذ كيف مالك دخل وهم اللي معهزدين علي وأنني نقول يا ولد والله ما لنا دخل مدير يعرف اسمه كان موجود في المدرسة الفلانية قال هات 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 اسمه وفي صف كم ويدق على مدير المدرسة الثانية السلام عليكم فلان فلاني جب لي طالب ذا الآن مدرستي قال لو يجي الطالب يا جماعة الخير اللي مره مره عربجي اللي مره كان وموقف قدامي عند الإشارة وذيل السوالف كلها قلتها المدير يدخل ويسكر الباب أعطيك العافية أستاذ أرسل كذا نفس الموظف من المدرسة يجيبه أعطيك العافية أستاذ وقفها الباب كيف حالك طيب قال الحمد لله كيف أنت بسوي للطلاب كل أولياء أمورهم مش تكينك وممكن الموضوع يتحول للنيابة إذا استمروا في بلاغهم ترك متعدي عليهم ولهم شهود أنا ما سويت شيء يا أستاذ وأنا مدري إيش كذا كذا وعع أقسم بالله يقرف وأنا يا أستاذ ما ليدخل هم اللي غلطانين علينا وذاك كبير ترى ما هو صغير يمكن أكبر مني ترى باربع سنوات بس إنه صاقط صاقط يا جماعة خير يعني ما نجح أهلنا من العراق من جميع الأماكن يعني ما نجح معلق في المستوى الأول ومفروض في المستوى الرابع إلا كذا يناظرني هذا الطالب اللي يجاي من مدرسة الثانية ويطقني كذا مع كتفي قال المدير هااااا ما تمدي يدك عليه ويقوم المدير يا يا قال لا حلت تفاهيم مدت يدك عليه صح لا لا أنا شاهد ونتم أد يدك عليه هات هات رقم أبوك هات رقم أبوك هات رقم أبوك أعلمك أنا كيف إلا الولد يخاف تمدي على طالب من مدرستي ويدك أدامي ما أنا ما أعطيك رقم أبوك يعانت يا طيب لا تعطي رقم ابوك يتصل كذا الأستاذ ويسوي نفسه توقع أنه يتصل على الشرطة السلام عليكم الضابط محمد كيف حالك طيب أبغاك تزورني المدرسة اليوم في مشكلة كبيرة جماعة الخير الشي اللي استغربته وانصدمت منه اللي انصدمت منه بشكل مرة كبير أني يا جماعة الخير حتى الشخص اللي كان يهايط وكان قوي قاعد يبكي قلت شلون والله العظيم اللي خمت قلت شلون أنا الشخص الخواف ما بكيت وهذا الشخص اللي مرة قوي قدام الناس قاعد يبكي شلون يا أخي اللي يقعد يبكي يا أستاذ سامحني والله معد جيهم والله العظيم معد مد يدي عليهم تكفى يا أستاذ والله أبوي ببلاني لو درى يا أستاذ إني بس جاي هنا المدرسة ذي ومسبب مشكلة والله ما يخليني والله نيصدمني بالسيارة وقام يحلف على شيئا كثيرة قالوا شو مشكلتك يقول لي يلا قل لي شو مشكلتك قالوا اقسم بالله يا أستاذ إني مال يدخل ولعد راح أتعرضهم نهائيا قالوا المدير متأكد والله يا أستاذ متأكد قال يلا سلموا على بعض شوي ناظر كذا فيني قال يقول يا أستاذ كيف أسلم على بعض أنا أعتذر له قال لي أعتذر له يلا قال لي أستاذ والله هولي غلطان علي قالوا شوي أنت قاعد تقول تحلف وتقول والله ما سوي جاي يلا أعتذر له يلا يسلم علي أنا آسف يا وسامة وإن شاء الله أنا ما تصير مشاكل ومدري إيش طبعا أنا شفتوا اللي مرتاح ولكن خايف كنت مدى مدير يا أستاذ معليش أوكي أنا راضي يعني أنا عفيت عنه ولكن يا أستاذ هذا الشخص قبل فترة ترى كان معهم أستاذ سكاكين ويمكن يجوننا في أي وقت إلا ويقعد يبكي زيادة الولد والله قلبي تقطع عدني رحمته رحمته يجمعت خير رحمة مطبعية حسيت بشي غريب من ذاك الموقف يرى بع اقتنعت أن الشخص القوي اللي تشوفه قدامك ويسوي أشياء غريبة وخاطئة فعرف أن وراه أشياء متراكمة ما طلع بهذا الوجه إلا يوم مر على شيء فضيع مستحيل هذا الشخص طبيعي ومستحيل الإنسان يكون قوي حرفيا ذاك الموقف صدعبي عرفت الإنسان اللي يجيك بعض الأحيان يبغى يصير قوي ولازم يثبت نفسه أنه قوي وأنه ضعيف من جوه ومتكسر من جوه ويكون تعبان يا بيتهم تعبان يا عنده مشاكل ثانية يا عنده ضغوطات إذا شفت الناس اللي نفس كذا بحاول ترحمهم أو تدعي لهم حرفيا هذه قصتي اللي صارت معي أتمنى نرويذكم القصة بشكل كويس اللي هنا وصلنا نهاية قصة اليوم اكتبوا لي رأيكم في القصة وتحت في الكومنتات وأشككم في مالله جمعة الخير السلام عليكم